وعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء بمداخرة الكلمة لألبانيا شكراً سيد رئيس السملاء الأعزاء هذه المرة الرابعة التي يجتمع فيها المجلس بشأن أوكرانيا في غضون أسابيع وكلما اجتمعنا فإن الواقع في الميدان يبين بالتفصيل المملمة كنا نتوقعه جميعاً تقول روسيا شيئاً وتتصرف عكس ذلك قيل لنا إن القوات تنسحب ولكنها هي تتعزز قيل لنا أن نكفع عن الهستيريا لأن القوات قد انسحبت من أوكرانيا ولكنها هي تجداحه بالأخبار الزائفة والطروحات الزائفة ومن دون أي استفزاز وبالذرائع تجداح إن كل تطور في الساعات الثمانية والأربعين المنصرمة تؤكد لنا والعالم بأسره إن الانشغالات الروسية لا علاقة لها بأمنها وأن قلقها لا علاقة له بحلف شمال الأطلس وتوسعه وأن هذه المسألة ليست صداماً بين روسيا والغرب هذا صدام بين روسيا والقانون الدولي المثاق الأمم المتحدة الذي اخترت روسيا أن تتجاهله عمداً بين تصورها تصور الهيمنة ونظام عالمي قائم على القواعد الزمناء العزاء المسألة لا تتعلق بانشغالات روسيا بقدر ما تتعلق بقابليتها وشهيتها الأوكرانيون يواجهون عدوان آخر لأنهم تجرؤوا على الوجود لأنهم اختاروا أن يكونوا مستقلين واختاروا الديمقراطية سيداتي سادتي إن هذه لساعات حالكة لا لأوكرانيا فحسب إنما للمجتمع الدولي قاطبة إذ نشهد ببالغ القلق تقدم هجوم وعدوان أعدى بإحكام وينفذ بدم بارد ندعو لقد دعونا وأملنا أن تتراجع روسيا من هذا الدمار والدمار الذاتي ونكرر نداءنا لروسيا أن تكفى عما تفعله تتوقف وأن تتأمل وأن تعود عن قراراتها لا قانونية وأن تنسحب من هذا الجنون وأن تهدئ وأن لا تدفع بنا للهاوية العديد من الآليات قائمة والعديد من المقترحات قد طرحت بما في ذلك من الرئيس زيلنسكي وظلت بلا رد أن الدبلوماسية مثل الأمل هي آخر من يموت ولكن إذا ما أردنا لديبلوماسية أن تنجح لابد من اغتنامها لا تجاهلها ندعو زملائنا في مجلس الأمن أن ينضموا لدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها لقد أنظرت روسيا مرارا أنها ستكون لوحدها في هذا التهور وأنها ستكون مسؤولة عن إزهاق الأرواح البريئة بما في ذلك أرواح الروسيين وستكون مسؤولة عن الدمار في قلب أوروبا في القرن الحادي والعشرين وإذا ما قررت روسيا مواسطة تنفيذ خطتها كما تدلل المؤشرات فإنها لنتتحمل واقب الحرب فحسب وإنما عار التاريخ لأنها اجتاحت دولة جارة عندما تعد مسؤوليتها مسؤوليت روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن صون الأمن والسلام لا نسفهما نحن نجدد نداءنا ودعمنا لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها في حدودها المعترفة بها دوليا وفي مياه الإقليمية ختاما أود أن نرحب ممثل أوكرانيا في هذا الاجتماع وأود أن أنقل إليه لأكرانيا حكومة وشعبنا في هذه اللحظة الحارجة فإنهم ليسوا بمفردهم وأننا نقفوا وقفة تضامن معهم ليمارسوا حقهم في الحرية ولكي يكونوا ما يشاءون شكرا